في الحقيقة في تجربة مختلفة بتحصل في منظومة الصحة في مصر ويمكن التجربة دي بدأت في 2018 تحديداً ونجحت بشكل كبير اللي هي يعني تشفي ألام الكثير من المرضى وشفنا نتائجها على أرض الواقع علشان كده أصبحت جزء رئيسي من المنظومة الطبية وتقديم الخدمة العلاجية بشكل سريع وعلى أعلى مستوى التجربة دي هي المبادرات الرئاسية اللي بدأت بـ 100 مليون صحة ووصلت دلوقتي أن بقى عندنا 11 مبادرة رئاسية شغالين بنفس الكفاءة وفي نفس التوقيت وبمعدلات إنجاز كبيرة جداً يمكن آخر هذه المبادرات المبادرة اللي تم طرحها إمدارة وهي مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الرئيس والبرستواتة ولو ركزنا بالله أن القاسم المشترك يهدير في كل هذه المبادرات بنتكلم على 11 مبادرة هنلاقي القاسم المشترك فيها حاجة واحدة بس هو تخفيف المعاناة عن المرضى صحيح وزي ما قال سيد رئيس عبدالفتاح السيسي أن الناس ما تعودش تستنى وتنتظر وقت كبير لما كنا بنتكلم عن العمليات والحالات الحارجة يعني إذا وخدنا بالنا من اسم المبادرات هنلاقي أنه في معظم المبادرات بتهتم بالكشف المبكر وما سألت الكشف المبكر شيء غاية في الأهمية عندنا الكشف المبكر عن الأنيميا عن السنة عن التقزم لطلاب المدارس كشف المبكر عن أورام الثادي للسيدات كشف المبكر للاعتلال الكلوي كشف المبكر عن صحة الجنين والحالة أنه مسألة الكشف المبكر لها دلالات كتير والاسم كمان دلالته كبيرة المبادرة مش بس بتهتم إنها تعالج الناس المصابة بهذه الأمراض لا كمان الهدف هنا هو الوصول للناس اللي مريضة وما تعرفش أصلا إنها مريضة ويمكن كان فيه تصريح مهم جدا للقائم بعمل وزير الصحة دكتور خالد عبدالغفار قال فيه إنه كل جنيه بيتصرف الكشف المبكر عن أي مرض بنوفر أصاده 24 جنيه في حالة تأخر حالة المريض وبالتالي ده طبعا بينعكس على حالة المريض نفسها وإحنا بنتكلم عن مسألة نسبة الشفاء نسبة الشفاء هنا بتكون عالية جدا مع الكشف المبكر يعني تكلفة أقل وكمان نسبة شفاء أكبر بكتير ده هي الكشف المبكر دايما بيكون ليه فوايد عظيمة كمان مش فكرة إنه هو بيصرع العلاج لا هو كمان بيقلل تكلفة العلاج وده بيوضح فلسفة المبادرات الرئاسية بشكل عام إنه هو بيكون فيها إنجاز كبير جدا زي مثلا على سبيل المثال كده يعني مبادرة القضاء على فيروسي المبادرة اللي عملت مسح لستين مليون مواطن مصري ووفرت العلاج لأكتر من اتنين مليون مريض وبسببها وصلنا دلوقتي إن مصر أصبحت خالية من فيروسي تماما بإنجاز يمكن العالم كله ما قدرش لهو يستوعبه في الزمن القياسي ده ومن المبادرات العظيمة جدا كمان اللي بتعتبر كمان يعني أثرت بشكل كبير في حياة المواطنين في مصر والمرضى تحديدا هي مبادرة قوائم الانتظار المبادرة دي قدرت إن هي تعمل تقريبا منكلم في مليون و300 ألف عملية جراحية وكمان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كاللي توجهات مهمة جدا في مؤتمر الصحة الإفريقية مؤخرا اللي قال فيه ووجه بأن المدة الزمنية لإجراء العمليات يعني تقل عن ثلاث أسابيع علشان نخفف على المرضى اللي موجودين على قوائم الانتظار خلونا نقول إن يعني في حالة من الحالات المبهجة اللي بتحصل في مصفك اللي تتخففي ألام المواطنين ده يعني عمل عظيم وأجره وثوابه كمان كبير جدا أول حقيقة إنه ملف الصحة ملف غاية في الأهمية وطبعا بيامس كل أسرة مصرية من الدرجة الأولى فيعني اللي بيحصل ده كان لابد منه والناس كانت محتاجة جدا 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 وكمان ما نقدرش واحد نتكلم عن المبادرات الصحية إنه ننسى مبادرة سيادة الرئيس لدعم صحة الأسرة المصرية اللي تم إطلاقها في يوليو 2019 والمبادرة دي الحقيقة إنها حققت إنجازات كبيرة جدا في تقديم خدمة الكشف المبكر عن أورام الثادي ويمكن يعني كانت سيدات كتير ما بتعرفش إزاي إنها تكتشف لو عندها هذا المرض مبكرا ما تعرفش إيه هي الخطوات اللي تعملها لما تكتشف هذا المرض فمسألة التوعية الصحية اللي حصلت لسيدات فرقت كتير جدا في الاكتشاف المبكر والعلاج لسرطان الثادي عند السيدات أيضا الاهتمام بسألة الصحة الإنجابية والتوعية اللي حصلت في هذه المسألة آه لسه محتاجين أكتر في هذه المسألة لكن الشغل اللي اتعامل حاجة يعني غاية فيه الروعة ومسألة كمان إنه من خلال مبادرها زي حياة كريمة واليعني اللي تم من توعية من خلال الرئيضات قريفيات والوصول لكل حتة في جمهورية مصر العربية لكل سيدة في جمهورية مصر العربية كان شيء غاية في الأهمية الحقيقة أنه يحصل يعني لحد دلوقتي حم نتكلم عن فحص 24 مليون و600 ألف سيدة ضمن هذه المبادرة كل المبادرات دي عملت حالة من الاستجابة السريعة وإنه الناس تلاقي اللي يقدم لها القدمة الصحية الملأمة لها في كل محافظة مش مسألة إنه هما لازم يجوا القاهرة والجيزة علشان يتعالجوا وده كان شيء مهم جدا أهلينا كانوا في أمسل حاجة إليه صبح على حضرتكم في كل مكان ربنا يصبحكم دايما بالصحة والعافية وصباح الخير يا مصر